هذا وقد حظيت زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه للمملكة الأردنية الهاشمية تفاعلا واسعا في الشارع الأردني لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين نعم ويرى الأردنيون أن زيارة سمو أمير البلاد الأولى للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم تأتي تجسيدا لمشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا حظيت زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد باهتمام بالغ على كافة المستويات والتي ترجمت باللقاءات الثنائية بين قيادتي البلدين والتي تناقلتها وسائل الإعلام بكل تفاصيلها على نطاق واسع حظيت زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح إلى الأردن بأهمية خاصة من حيث موضوعاتها وتوقيتها وسائل الإعلام ومختلف الدواء الرسمية بالمملكة تبعت الزيارة بكل اهتمام والتي فتحت آفاقا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين هناك مشروعات كبرى تفكر فيها الكويت في الأردن الكويت هي المستثمر الأول في الاتصالات وفي التكنولوجيا في الأردن والآن هناك بعض المشروعات في الأردن من التعدينية والمشروعات الكبرى أعتقد بأن دولة الكويت هي صاحبة الفرصة الأولى في الاستثمار في هذه المشروعات أهمية الزيارة تجلت كونها الأولى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى الأردن منذ توليه مقاليد الحكم ولأهمية القضايا الثنائية والإقليمية التي تم بحثها ومناقشتها والتطرق إليها خاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تطورات غير مسبوقة خاصة للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لوقف هذا العدوان الأردن والكويت هم الأكثر اشتباكا مع القضية الفلسطينية وتجانسا متطابقا في المواقف على مستوى القيادة على مستوى الحكومة على مستوى البرلمان على مستوى الشعبي كلا البلدين متفاهم تماما الدور وأهمية الدور كلا البلدين في القضية الفلسطينية تنسيق وتشاور دائم هذا ما أكدته لقاءات الزعيمين فالعلاقة المتميزة بين البلدين والقيادتين أساسها وحدة المواقف والترابط وتطابق المواقف ووجهات النظرة لتلفزيون دولة الكويت غيث الرقاد عمان ترجمة نانسي قنقر